انا في المشروع ده فلوس بس يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المونتج ماشي يا عم السوبكي بقولكو ايه انا شايف ان احنا التلاتة ابيض من بعض تعالوا نعمل المشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجة فالدكتور يضطر ينجحناك صح او يضطر يسقطني صح ايه رأيكم ان احنا نفاجوا ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنة في 4 ايام دي فاكرة جميلة جدا طبعا ايه بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معنى انتقبل يا ابني عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنة في 4 ايام ايه احمد زهير يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شوية حيات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا هو لما حيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه مية في المية حيحترمنا وحينجحنا او حيكشفنا ويشلحنا اسمعوا كلامي الموضوع يستهل ناخد الرزق ناخد الرزق تاخدوا يا شهير افدوا يا بيبي ايه ده؟ دكتور باصير هو اللي اخترع مازينجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه تلاتين سنة من عمره اذا استطاعت الكتلة اكس ان تنطلق بسرعة الضوء فيه فان الوقت تي يزبط وتستطيع ان تتحرك ما بين نقطتين ايه وبيه خارقا كل الحواجز الزمنية الدكتور ده شكله في طب بقولك مش وقت يزر صور وانت سكت احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالزبط استنوا بس يا جماعة عايزين نفهم البطاعة ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع الف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك انا مش فاهب يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش على مية باختراعه جهاز اللي بيعانه اللي استنى بس تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الاحمر الموجود في الجزء الامامي من الجهاز اللي هو غالبا ده طيب معيشت بقى سامير افتح اخر صفحة في الملزمة شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا لا احنا هنجرب القرص ده الاول ما عملش حاجة نقرأ بقية الملزمة بسم الله الرحمن الرحيم ايه 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 اي شكرا 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 مصيبة يا جماعة ايه؟ دكتور باصير يعرف نحن دعنا الجهاز؟ إن شاء الله مستور رجع موضو ايه؟ دعندا ناس جننت ولا ايه؟ ماهدايا اما الهالوين اما دكتور باصير عامل عيد ميلاده في الجامعة ودول ايه دور؟ لا دول البنتين هم ودي بنت وردك شعير تعال كده شعير تعال بص يا ره؟ وده مين ده اللي اسم شاوككك؟ بقى اللي انطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش وعملها بجنيه ونص كمان بيقطع علي ها؟ جنيه ونص؟ انا طالحها وش يا معلم طالحها وش ايه يا ابني انت بتصدق دقين نصاب بص جنيه ونص يا شاملة الافطار الاقامة الانتقال الكافر ده لو قصد يخسر مش عامل كده هي حاجة غريبة فعلا بس عارف ايه الاغرب على ان يكون معاد الرحلة الخميس القادم اربعة في الشهر الخميس القادم اربعة في الشهر اصلا مش القادم اربعة في الشهر مش قادم اربعة في الح Starting We guer اصبح خميكم حاول خمية في الشهر موسيقى موسيقى عندي ليك مفاجأة جنن خلاص يا حبيبتي حلم حياتنا حيتحقق خلاص لقيت شقة في المعالي بمية وخمسين جنيه خلوق بس دي حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ عندك فيروز يا عم؟ فيه فيروز حبيتك بالصيف فيروز نسم علينا الهوى مفيش فيروز أنا ناس؟ لا مفيش طب فيه عندك تشارك سبيتس حسن شحاتا هيفصحكم النهاردة الأهلي هو اللي يكسب النهاردة ان شاء الله وعلى رهن حسن شحاتا هيفصحهم ازاي؟ هو الأهلي حيلعب المنتخب نبقى كبات نقيتكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاسداد مفضل ايه ده؟ انت جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حسة الرسمة؟ رحمك انت وهو اشتركوا في القناة